اشتركوا في القناة ضيف البلاد الكريم معربا عن شكره على زيارته للمملكة وحضوره هذا السباق العالمي. واستعرض جلالته مع فخامته اوجه العلاقات الثنائية الوطيدة وفرص التعاون بين البلادين الصديقين في مختلف الجوانب الحيوية ومنها الاقتصادية والاستثمارية وافاق تعزيزها وتطويرها بما يخدم الاهداف والتطلعات المشتركة واكد جلالته حرص مملكة البحرين على مد جسور التعاون وتقوية روابط الصداقة مع جمهورية تترستان بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين ويخدم مصالح شعبيهم الصديقين. كما تطرق اللقاء الى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. الى جانب تبادل الاحاديث حول سباقات الفورميلوان والدور المهم الذي تلعبه هذه التجمعات الرياضية الدولية في تعزيز التواصل والتعارف والتعايش بين الشعوب. وبما يعمق روح الصداقة فيما بينها وتحقيق التقارب بين مختلف الثقافات. من جانبه اعرب فخامة رئيس جمهورية تترستان عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على ما حظي به من كرم الضيافة وحصن الوفادة وما وجده من حرص واهتمام على تطوير العلاقات الطيبة مع بلاده. مشيدا بما حققته البحرين بقيادة جلالته من نهضة وتقدم وتنمية في جميع الميادين. وتمنيا لشعب المملكة دوام الازدهار والتطور.